موسيقى السلام عليكم اليوم احنا مع الصوربة دي المرشيش نقدم براهيم في مهراجان الصخيرات الذي كان معروف مهراجان القصبة ربما هذه الدورة السبعة عشر يروح نحضرنا 13 مهراجان القصبة ليس اول مرة غيب نشر جمهرات الوثلاثة نظراً لأنه كان لدينا واحد سبب عائق كان جهوف وفات واليوم نحضر مهراجان الصخيرات الموجودين جينا بدعوة بدعوة رسمية من المقدمين ورئيس الجماعة مثل جماعة الحياة الزعير قلت له نيابة عن بعد التوافق ومقدمين كاملين تمت دعوة رسمية اليوم كتعرفوا كيمة كهو العرف ومتعارف عليه مقدم دائماً من اللي تيبغي يركب تيتعرف على الركاب اللي راكبين معاه وديجا عارفهم وتوجيهات والنصائح ضرورية منها لأنه را البرود هذا ونخلوه السيبراهيم المقدم يتكلم عن الإخوان ديه السيدية السلام عليكم ومرحبا بكم السيدية في هاد مناسبة ان شاء الله بحب الله وتنطلبهم من هاد الركاب اللي معايا بيكونوا باستعداد مزيان وتنطلبوا السلامة لنا كل جميع السرب اللي اللي مشاركة في هاد المهرجان هذا والله يدعى السيدية البيه وينصر سيدنا محمد الساس محمد الساس ولهاتا الخيلي دير اللي عليهم واللي هي عندنا قادر بها قادر بها الله يصخرت السلام عليكم باتحة سماع باتحة عمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يومي الدين اياك نعبد وإياك نستعين إذن الصرافة المستقيم والصرافة الذين منشعرين غير المغضوب عليهم ونقدار الدين آمين قوله والله أحد الله السمد لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد السلام عليكم ومطلب المغاربة واليوم الحمد لله تمت الاستجابة بعد توقف ثلاث سنين الحمد لله انطلاق من الجامعة الملكية التي ترأسها العهد مولاي عبدالله والجامعة الملكية تجيع الفرس التي الحمد لله بدأت في الأنشطة وفي الإقصائيات التي ادارت على صعيد الوطن وهذا الحمد لله تبشر بالخير ومويل الخيل تعرفوا بأنه قدامهم واحد المؤسسات التي تتبع المويل الخيل والمشاكل وإكراهاته وحتى الفرحة اليوم نحن في مهرجان صخيرات المعروف مهرجان الذي يدار في القصبة وهذا المهرجان المعروف جهويا ووطنيا وإقليميا ودوليا لأنه يتواجد في جنب القصبة ويأتي لتوريس ويأتي الصادة اليوم نحن في مهرجان الصخيرات لكل مويل الخيل موجودين ومستعدين بعد انطلاقها تقريبا ديال الجامعة مويل الخيل فرحانين على أساس تنظيم هذه المهرجانات لكن كان بعض الإكراهات يجب يعني نشيروا ليها كل ما كان لا بدأ ما كان تكون الإكراهات نشيروا ليها بأنه كان هاد الزحف ديال العمراني ما خلاش المحارك يبقاه ما بقاش المحارك واش هدية بلاصة القصبة لا هدى علاش كان يدار هنا ربما غير كان الإخوان ملقبي له ولا من الأعيال اللي اعطوا هاد المحارك دياله فطالب ديال المويل الخيل والطالب ديال باردية وديال الساكينة وكان ما كان قلوه الساكينة كان عرفوه مويل الخيل عدى واحد جمهور عاريد من كل فئات العمرية رأى الكورة عندها جمهور دياله ولكن الجمهور دياله يمكن كان واحد نوع يقدر بشي المركب واحد أخر يتبع التلفاز أما الجمهور ديال مويل الخيل خاصوا يحضر ويريح ويشم ويشم البارود لكن هادا كمو الخيل اللي تيخلق الفرجة وتي استمتعوا الناس بديك بالحضور رأى عنده إكرهات ومعانات معانات كيف قلنا كي البارود وصل واحد شكل صاروخي التمن دياله الكيلو والحباق هادا وتعارفو بنا بالتوقف ديال كورونا حتى السروجة ومكايحة كل شي غلاق هادا مجيها مجيها الثانية الزحف العمراني المحارك مبقاش مبقاش دابا شي محرك كدبشي لي كدلقى في بأنه مواصفات غيلعبوا فيهم ومهي الخيل ومم مرتاحين ولا راكي غامر مازال اليوم احنا كنشوفوه محرك كين صبان وكين هادا وكين تنظيم وكين يعني كين نضفوه ولكن لكن إكرهات احنا طالبنا طالبنا بعد اللقاء مع رئيسة ديال المزيس العمالة على أساس يتم يدار واحد محرك جيهوي كنا عارفو تمسنا بلاد كبيرة وهذا ولا أخذينا منا واحد تستدل قلتنارات ولا خمسة وبقاء محرك الشعور تنظم في الأقصائيات تنظم في الاقصائيات الجيهوية ولا هادا نحنا نحتجوم فيها فانحنا Pat PA وربما السيد العمالدة سوف يفتح بناروا سيد الوري مرزح لتعاون معنا وتعاون مع المهي الخيل ونتؤمن كمانابر إعلامية تعاون مع المهي الخيل هذا مطلب مننا لكم وهم المهي الخيل لاجي هادا المسؤولة ونطلب الله سبحانه الذي الموسم وهذا المهرجان oure يدوز الحمد والله في الظروف في سالمة ونطلبوا الأمن والأمل لبلادنا ونطلبوا الصحة والسلامة والملك دينا بالشفاء العاجل ويكون المغربي نعم بالصحة والأمن والسلام والسلام عليك رحمة الله تعالى وبركاته قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا ومعنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر